الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً أما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في تفسير سورة التوبة حيث ذكر الله جل وعلا عدداً من صفات أهل النفاق من أجل أن نحذر من صفاتهم ومن أجل أن يكون سبباً من أسباب صلاح أحوال الناس فلعلنا نستمع لعدد من الآيات التي في هذه السورة فيها ذكر صفات هؤلاء المنافقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات شيئا من صفات أهل النفاق فأول تلك الصفات أنهم لا يحبون أن ينال أهل الخير والإيمان شيء من المنافع الدنيوية بل يتمنون لأهل الإيمان الهزيمة وانتصار الأعداء عليهم ويتمنون لهم سفك ديومائهم ولذا قال تعالى إن تصبك حسنة أي إذا قدر الله جل وعلا لك أمرا حسنا وفائدة دنيوية من الانتصار على الأعداء والغلب عليهم وزيادة يمور الدنيا لك فإن ذلك يغيظهم ويجعلهم يستاؤون ويحزنون ويتأسفون أن أصاب ذلك أهل الإسلام وفي المقابل إذا جاءت مصيبة أي دائرة على أهل الإسلام إما بالهزيمة أو بالقتل أو بشيء من أحزان الدنيا فإنهم حينئذ يفرحون بهذا ويثنون على أنفسهم أنهم لم يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجل في هذا الأمر ولذلك سلموا من تلك المصيبة كما قال وإن تصبك مصيبة أن يقدر الله عز وجل عليك أمرا تصاب به في أمور دنياك إما بقتل بعض أصحابك أو بهزيمة أو خسارة مالية أو نحو ذلك فحينئذ يتبرعون من أهل الإسلام ويفرحون أنهم لم يشاركوهم فيقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي كنا حذرين وقد بذلنا الأسباب التي تقينا هذه النتيجة التي وصلت إلى المسلمين ويتولوا أن يعرضوا عن مناصرة أهل الإسلام والوقوف معهم وتلبية حوائجهم وهم فرحون أي مستبشرون أن نزلت هذه المصيبة بأهل آل الإسلام وأن كانوا قد نجوا منها وحينئذ رد الله جل وعلا عليهم بعدد من الردود أولها أن هذه المصيبة من عند الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا فلابد أن يقع ومن ثم لا يغني حذر من قدر ومن هنا قال قل لن يصيبنا أي لن يأتينا من الفواجع والمصائب إلا ما كتب الله لنا أي ما قدره جل وعلا علينا ومن ثم لا يمكن لا يمكن أن يهرب الإنسان من قدر قد قدره الله عليه وأما الجواب الثاني فهو التذكير بأن العلاقة عظيمة بين أهل الإسلام وبين رب العالمين الذي قدر هذه المصائب ولذا قال على لسانهم هو مولانا أي متولي أمورنا وهو المدبر لشاننا وهو سبحانه الذي نواليه فنعبده ونقوم به تنفيذ أوامره وبالتالي هو مولانا وفيه معنا وهو رضى العبد بما يقدره الله عليه فهو يعلم أن كل قدر قدره الله عليه فهو لخيره ومصلحته ثم جواب ثالث وهو أن أهل الإيمان يعتمدون بقلوبهم على الله الذي يقدر جميع ما في الكون وبالتالي يتوكلون عليه سبحانه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبمقدار ما يكون عند العبد من الإيمان يكون عنده التوكل ثم جاء بجواب آخر فقال لهم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يعني إما أن ننتصر على أعدائنا فيكون لنا الغلبة وإما أن نستشهد فننال أعلى الدرجات في جنان الخلد وبالتالي قل لهم هل تربصون أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة بينما نحن نتربص وننتظر بكم أحد أمرين من يصيبكم الله بعذاب من عنده فتأتيكم أقدار كونية يقع بها عذابكم كما وقع على الأمم السابقة إما بصيحة أو رجفة أو ريح شديدة أو غير ذلك مما يقدره الله على الناس إما غرق إما إدالة عدو لعليكم أو لتكون العقوبة ينزلها الله عليكم بأيدينا بأن نقاتلكم وبالتالي نسفك دماكم ونقتلكم في هذا القتال وحينئذ فتربصوا بنا الخير أي ينتظروا أن يقدر الله لنا خيرا فنحن نتربص وننتظر أن ينزل بكم الشر لسوء أفعالكم وبالتالي يقول لا تستعجلوا النتيجة فإن رب العزة والجلال لابد مجر قدره ثم ذكر قصة أحد المنافقين الذين تخلفوا عن القتال في غزوة تبوك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر من المشاركة معهم في الجهاد ويقول أنا صاحب أموال كثيرة سأعطيكم من المال ما يكفيكم عن ذهابي معكم فقال تعالى قل أنفقوا أي يبذلوا من أموالكم طوعا أي بريضا أو كرها أي ب ما يفرض عليكم ويأخذ من أموالكم قصرا فإنه لن تقبل هذه النفقات التي بذلتموها ولن تكون مقبولة يؤجر أتؤجرون عليها عند الله لماذا لأنهم لم يقصدوا بها الآخرة ولم يريدوا بها يرضى الله وإنما أرادوا بها وجوه أصحابهم وأرادوا بها الثناء الدنيوي ولذا قال الله عنهم مبينا السبب في عدم قبول نفقاتهم إنكم كنتم قوما فاسقين أي خرجتم من الإيمان إلى النفاق ومن الطاعة إلى المعصية وخرجتم من إرادة الآخرة إلى إرادة الدنيا وبالتالي لم تقبل نفقاتكم عند الله جل وعلا ثم بيّن الله السبب في عدم نيلهم أجر هذه النفقات قال وما منعهم يعني أن السبب الذي جعل نفقاتهم لا تقبل منهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله فلم يروا وجوب طاعته ولم يروا وجوب إفراده بالعبادة وكفروا برسوله فلم يروا أنه واجب الطاعة وأنه واجب المحبة وأنه واجب أن لا يعبد الله إلا بما شرع ومن الأسباب التي جعلت نفقاتهم لا تقبل أنهم لا ياتون إلى الصلاة إلا وهم كسالا فإذا جاءوا إلى أداء الصلوات في المساجد مع المسلمين فإذا بهم كسالا يتثاقلون في ذهابهم إلى صلواتهم وكذلك نجد أنهم لا يبذلون من أموالهم إلا على جهة الكراهية لذلك لا على جهة المحبة والإقبال عليه وحينئذ حذر الله المؤمنين من أن يكون عندهم نظرة إكبار وإجلال وتعظيم لهؤلاء ولو أن الله آتاهم الأموال العظيمة ورزقهم الذرية الكبيرة ولذا قال فلا تعجبك أموالهم أي لا تظنن أن هذه الأموال لمصلحتهم وفائدتهم وبالتالي تستحسنها وترى أنها أمر جميل يستفيدون منه فلا تعجبك أموالهم والأموال تشمل النقود والمزارع والبيوت والثياب وجميع ما يتمول ويكون له قيمة وهكذا لا تعجبك أولادهم فإن هؤلاء الأولاد ولو كانوا كثرة سيعودون على أبائهم بالخسارة والبوارة ولذا قال إنما يريد الله أي إنما أعطوا هذه الأموال وهؤلاء الأولاد من أجل أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا أي يشقوا في تحصيلها ويشقوا في تربيتها أولئ الأولاد ويشقوا في تنمية هذه الأموال وحفظها ثم بعد ذلك لا يستفيدون منها وتكون وبالا عليهم ولذا قال يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم أي تحس بالملل وتشعر بالسآمة من الدنيا وهم كافرون لاستمرارهم على كفرهم ثم ذكر الله جل وعلا من شانهم الأيمان الكاذبة فهم يحلفون لأهل الإسلام أيمانا مغلظة أنهم من المسلمين وأنهم جزء من أهل الإيمان وقد كذبهم الله في ذلك فقال وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون أي أن هؤلاء المنافقين يخافون منكم ولذلك يظهرون لكم أنهم يوافقون من أجل من أجل أن لا يصابوا بأذى من قبلكم فإنما حركهم لهذا النفاق خوفهم من أهل الإيمان ثم بيّن الله جل وعلا أن حقيقتهم أنهم ضد أهل الإسلام وأنهم لو يجدون قوما يحاربون أهل الإسلام لحاربوهم ولذا قال لو يجدون ملجأ أي لو كان عندهم ما يحتمون به من أهل الإسلام لو كان عندهم ملاذ يحتمون به لكان ذلك من أسباب تركهم لأهل الإسلام وإقامتهم معهم وهكذا لو يجدون مغارات أي كهوفا في الجبال يتحصنون بها من أهل الإسلام لأعلنوا كفرهم ولم يجاملوكم ويظهروا من الإسلام ما يخالف ما يبطنونه وهكذا لو يجدون مدخلا أي مكانا يدخلون فيه أو جماعة يدخلون فيهم يحتمون بهم من أهل الإسلام لولوا إليه لذهبوا معهم في محاربة أهل الإسلام وهم يجمحون أن يسرعون في هذا الذهاب وحينئذ بقاوهم معكم إنما هو لتحصيل أمر دنيوي لا لأني لأجر الآخرة ثم ذكر الله جل وعلا فريقا آخر من المنافقين فقال ومنهم أي من المنافقين جزء يلمزك في الصدقات أن يعيبون عليك ويتكلمون في طريقة قسمتك لهذه الصلاة الصدقات فيقولون لا يعلم من يعطي ولا يفرق بين من يستحق العطاء ومن لا يستحق العطاء وهم غير صادقين في هذا وإنما دفعهم إلى ذلك أنه لم يعطهم من الصدقات وحينئذ عابوا طريقته في القسمة لا لكونها معيبة وإنما لكونهم لم ينالوا منها شيئا ولذا قال فإن يعطوا منها أي إذا بذل لهم شيء يسير من هذه الصدقات رضوا وتركوا الاعتراض والقدح في طريقة القسمة وإن لم يعطوا منها ولم يصلهم شيء من هذه النفقات والصدقات إذا هم يسخطون أي هم غاضبون قلقون يقدحون في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في توزيع هذه إلى أموال ثم أرشدهم الله إلى طريقة عظيمة ينالون بها الخير فإن من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لو أنهم رضوا أي قنعوا ولم يتصخطوا ما آتاهم الله ورسوله ولو كان قليلا فما أعطاهم الله إياه وما أعطاهم رسوله فحين أنهم رضوا بذلك وقالوا حسبنا الله أن يكفينا الله ويتولى جميع شؤوننا وسيؤتينا الله من فضله أي سيعطينا الله من إحسانه وبره وسيعطينا رسوله صلى الله عليه وسلم إنا إلى الله راغبون أي مؤملون في فضل الله محسنون الظن به جل وعلا لو أنهم قالوا ذلك لأتاهم الله الخيرات وساق عليهم أمور الدنيا وجعل الأموال تفد إليهم ثم ذكر جل وعلا أن توزيع الزكوات ليس أمرا اعتباطيا فإن هؤلاء المنافقين يطلبون هذه الصدقات ويؤملون أن تنالهم مع أنهم ليسوا من مستحقيها ولذا بيّن الله أن الزكاة إنما تصرف في مصارف محددة فقال إنما وإنما للحصر إنما الصدقات يعني الزكوات لأن صدقة التطوع يجوز بذلها لكل أحد والكلام فيه الصدقات الواجبة وهي الزكاة إنما الصدقات للفقراء وهم الذين اشتدت حاجتهم بحيث لا يجدون نصف ما يحتاجون إليه وسم فقراء كأنه قد نزعت إحدى فقرات الظهري وحينئذ يشعر الإنسان بالشيء العظيم من الألم ولذا جكان الفقراء هم أول من يذكر هنا والصنف الثاني وهم المساكين الذين لا يجدون تماما حاجتهم ونفقاتهم وقد استدل الإمام أحمد بهذا على أن الفقراء أشد حاجة من المساكين وأما العاملون فهم جبات الزكاة الذين يرسلهم الإمام لجلب الزكاة ولجبي الزكاة وتجميعها ومن يكون مساعدا عليها وأما الصنف الرابع فالمؤلفة قلوبهم وهم أناس لهم أناس لهم قوة ومنع فإذا أسلموا تقوى أهل الإسلام أو يرجى بإسلامهم إسلام غيرهم أو يكونون ممن عنده القدرة على جعل الناس يؤدون زكاة أموالهم وقال وفي الرقاب والمراد به المماليك الذين كانوا يباعون ويشترون من بني آدم وفي هذا بيانوا أن المكاتب تؤدى له الزكاة ليسدد مكاتبته قال والغارمين وهم من عليهم الديون سواء كانت هذه الديون استدانوها لتسكين الفتن بين المسلمين أو استدانوها لحضوض أنفسهم قال وفي سبيل الله جمهور على أن المراد بذلك الجهاد فهو ذروة سنامي الإسلام قال وابن السبيل وهو الضائع في بلد غير بلده ولم وفقد نفقته إما بانتهائها أو بسرقتها أو بضياعها فهذا ممن يجوز دفع الزكاة له وقال فريضة أي هذا أمر واجب لا يجوز التخلي عنه ولا التقليل من مكانته فريضة من الله والله عليم يعني يعلم ما يصلح أحوال الخلق حكيم يختار ما هو أصلح لهم ثم ذكر الله جل وعلا صفات فريق من آخر من المنافقين فقال ومنهم الذين يؤذون النبي أن يتكلمون بالكلام الذي يؤثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم قدحا وسبا فيه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قولهم هو أذن أن يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستمع لمقالة كل من يقول له وكل من بلغ شيئا صدقه ولم يتردد في تكذيبه وهذا وصف كادب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل عنده من التثبت والتبين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فآسق بنبأ فتبينوا الآية قال ويقولون هو أذن أن يسمعوا مقالة كل من تكلم عنده ويصدقها و فرد الله عليهم بقوله قل أذن خير لكم أن يسمعوا الخير والأخبار الفاضلة فكونه يجلس معكم ليسمع ذلك فهو إنما يسمع الخير و حينئذ نستشعر أنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يصدق بخبر الله ويجزم بوجوده ويؤمن بوجوب إفراده بالعبادة وهكذا يؤمن للمؤمنين وهو رحمة للذين آمنوا فالله جل وعلا هو منزل الرحمات وقد تكفل للذين آمنوا بأن تكون لهم رحمة من الله قال ثم ذكر قسما آخر وهم الذين يؤذون رسول الله ولذا يعني الكلام باللسان من إطلاق الإشاعات الكاذبة واللفظ الذي يصد الناس عن دين الله قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أي مؤلم عند الله جل وعلا ثم ذكر من صفاتهم أنهم ينتسبون للإسلام وأهل الإسلام بل ويحلفون على ذلك فيقسمون الأيمان المغلظة للمسلمين على ذلك من أجل أن يرضوا المسلمين ولكن لو كانوا عقلا لكان سعيهم إلى إرضاء إلا أولى من سعيهم ليرضاء الناس فمن فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وحين وحينئذ ينبغي بالعبد أن يكون ساعيا لتحصيل رضا الله وأن تحصيل رضا الله من خصال الإيمان التي ينال الإنسان بها الأجور العظيمة ثم يستنكر الله عليهم فيقول ألم يعلموا أي ألم يكن عندهم معلوما معروفا أنه أي أن الشأن والحكم الشرعي أن من يحادد الله ورسوله أي يجعل بينه وبين الله ورسوله حدا لا يطيعهم فيه فأن له نار جهنم أي تلك النار الغليظة التي قد أعدها الله لأعدائه خالدا فيها أبدا أي لا يفارقها قوله ذلك الخزي العظيم أي هذا المصير بالورود إلى نار جهنم هو أخزى ما يكون وهو الخزي العظيم أي السمعة السيئة والندامة العظيمة الشنيعة ففي هذه الآيات فوائد كثيرة منها الإيمان بالقضاء والقدر بحيث لا يجزع الإنسان ولا يتصخط مما يقدر عليه من الوقائع ومنها ثقة الإنسان بربه جل وعلا وحسن ظنه به سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات بيانوا أن المنافقين يتمنون السوى والشر لأهل الإسلام وأنهم يتبرؤون من المسلمين في أول واقعة تقع بهم وفي هذه الآيات عموم قدر الله لجميع الكائنات وفيها إثبات اللوح المحفوظ الذي كتب فيه جميع ما يقع في هذه الدنيا وفي هذه الآيات تذكير المؤمن باعتصامه بالله جل وعلا وفي هذه الآيات وجوب التوكل على الله وتحريم التوكل على غيره سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان أن يفرح بمصاب أخوانه ولا أن يكون فرحا بذلك وفي هذه الآيات من الفوائد تذكير أهل الإيمان بأن الله مولاهم ومن ثم فلا يقدر إلا ما فيه الخير لهم سواء كان محبوبا لهم أو لم يكن وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يبادر المعرض بعقوبة من عنده وقد يؤخره لحكم يراها وفي هذه الآيات أن أهل الإسلام يتمنون لأنفسهم الخير والفلاح أو يتمنون لأنفسهم مفارقة محل الآثام في هذه الدنيا وفي هذه الآيات أن العقوبات لا تباغت الناس ولا تعجل عليهم وإنما يؤخرها الله جل وعلا ليزداد إثم هؤلاء المخالفين وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأن الله جل وعلا هو المتولي للكون وأنه لن يقع شيء وأنه لن يقع شيء في الكون إلا بأمره جل وعلا وفي هذه الآيات انتظار نزول العقوبات الدنيوية والأخروية بالكافر وانتظار نزول الفرح والفرج والفوز بالمؤمن الموحد وفي هذه الآيات أن تقدير الموت إلى الله جل وعلا فهو الذي يقدره على من شاء من عباده وفي هذه الآيات التماس والمشركين والتحرز منهم وتربص نزول الأذى والشر بهم وفي هذه الآيات أن ما ينفقه المنافقون من نفقات إنما يريدون بها الدنيا وبالتالي لا ينالون بها أجرا أخرويا وفي هذه الآيات من الفوائد بيانوا أن الكفر من أسباب منع الصدقات والنفقات وفي هذا دلالة على أن الكافر لا يطالب حال كفره بذلك وفي هذه الآيات من الفوائد التحذير من الكفر بالله وبرسوله وبيانوا أن ذلك من أسباب الطمس على القلب وفيها التحذير من التهاون في الصلاة وجوب المحافظة عليها بأركانها وفي هذه الآيات أنه يخشى على من يذهب إلى الصلاة متكاسلا أن ينزل الله في قلبه عقوبة النفاق التي تكون سببا من أسباب ورود نار جهنم وفي هذه الآيات أمر المؤمنين عند إقبالهم للصلاة بأن يقبلوا عليها وهم نشطاء النفس قويين فيها وأن لا يدركهم أن كسل ونحوه مما يضعف قدرتهم ويمنعهم من أداء النفقة كاملة وفي هذه الآيات أن الله قد يعطي من الدنيا بأموالها وأولادها ما لا يدل على رفعة درجة ذلكم الكافر وفي هذا بيان أن كثرة متاع الدنيا عند شخص قد يكون سببا من أسباب نزول العذاب والحوق الفتنة به وفي هذه الآيات في قوله ولكنهم قوم يفرقون أن المنافقين يخافون من عمل أهل الإسلام ومن ترتيبه لأن لا يلحقهم شيء من العقوبات في ذلك وفي هذه الآيات تحريم عيب أهل الإسلام في توزيع لنفقاتهم وإذا كان هذا مع رسول الله فهو أشد ولما قال الرجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله هم النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وفي هذه الآيات أن الأيمان الكاذبة باطلة لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا وفي هذه الآيات أنه مهما تخفى الإنسان فالله مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من شؤونه وفي هذه الآيات إعطاء الفقير المعاند المتكلم في الإسلام وأهل الإسلام متى رجي الخير بذلك وفي هذه الآيات اكتفاء المؤمن بالله جل وعلا وتطلع لأجر الآخرة وفي هذه الآيات ذكر الأصناف التي تدفع لها الزكاة وهي الأصناف الثمانية المشهورة وفي هذه الآيات إنه إذا تركب الناس عند شخص وكان من أهل النفاق فيحذر الإنسان من تخوفاتهم وفي هذه الآيات أنه لا تدفع الزكاة لغير الأصناف الثمانية وبالتالي لا يجوز أن تبنى بها القناطر أو تعبد بها الطرق أو تدفع على هيئة صدقة التطوع أو تدفع لغير مسلم فكل هذا ممنوع منه فللواجب قصر هذه الصدقات الواجبة على الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآيات ومن هذا ما يتعلق بتجهيز مكاتب الدعوة فإن هذا ليس من مصارف الزكاة لعدم ذكره هنا وبالتالي لا يكون من مصارفها وفي هذه الآيات تحريم إذاء النبي صلى الله عليه وسلم به القائل أوصاف القاذعة عليه من أجل أن ينفر الناس منه وفي هذه الآيات أن المنافقين يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع كل كلمة قالها وهذه في الحقيقة منقبة وليست مذمة والنبي صلى الله عليه وسلم يتحرز مانياته يسأله عن معتقده والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار من الغلمان إلا من كان متميزا وفي هذه الآيات تحريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف السيئة وفيها أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يسمع جميع المقالات هذا فيه منقبة وصفة جميلة له صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات التذكير بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يطاع فيما أمر وأن يترك ما نهى عنه وزجر وأن يعطى من أموال الناس ما يقوم به أود الحياة عنده وفي هذه الآيات كثرة أيمان المنافقين فأي مسألة تعرض لهم يحلفون عليها وفي هذه الآيات الحلف بالله ليميت الإنسان قبل أن تصيبه الفتنة وفي هذه الآيات أن المنافقين يحاددون الله ورسوله بمعنى أنهم يجعلون يأتون في حد وأولئك في حد آخر وفي هذه الآيات شدة من فعل هذا شدة عقوبة من فعل هذا في الدنيا بالخزي والعار وفي الآخرة بالعذاب الشديد بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين أصلح الله قلوبكم وأسعدكم دنيا وآخرة وجعل العقبة الحميدة لكم كما نسأله جل وعلا لأخواننا الذين راسلونا أو شاهدونا أو واصلونا بأن يغفر الله لهم وأن يرفع درجاتهم وأن يعزهم بعز من عنده كما نسأله أن يصلح حال المسلمين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين